اذن اخر جزئية انه طبعا فيها تشابتر الاول هي متعلقة في دراسات الجدوى طبعا احنا مبدئين عدنا ثلاثة نواع من دراسات الجدوى بالنسبة للاي اس التكنيكال فزيبولتي دراسة الجدوى التقنية والإيكانيماك فزيبولتي دراسة الجدوى الاقتصادية وايضا عدك الورغانيزيشنال فزيبولتي دراسة الجدوى التنظيمية والهيكلية طبعا نبتدي في الدراسة الجدوى التقنية من اسمها طبعا تقنية معنى ذلك انه تركز على الامور التقنية الخاصة في البرنامج بمعنى يمكن انه احنا نجاوب على السؤال التالي والشير يعني هل نستطيع ان نقوم ببناء البرنامج طبعا فعلى سبيل المثال تقول انه انا اريد برنامج لانه مثلا يتعرف على اجزاء معينة من الصورة وهذا البرنامج متعلق في الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال فطبعا هنا تسأل السؤال التالي من دراسة الجدوى التقنية انه هل انا عندي الموارد الكافية حتى استطيع ان اقوم ببناء هكذا برنامج فطبعا انت تحتاج الى بيانات خاصة في تدريب الخوارزمية وما على ذلك فعدم توفر احد هذه الجزئيات راح يبدي يؤثر في دراسة الجدوى يعني دراسة الجدوى عندك ليست صحيحة وبالتالي انه انت ما تقدر تبني البرنامج يعني في اول فقرة اللي هي فقرة الدراسة التقنية انه انت فشلت بها وبالتالي ما تقدر انت راح تتوقف في مرحلة معينة من مراحل البرنامج فطبعا دراسة الجدوى التقنية تركز على التالي اول شي لازم يكون عندك ثاملاريتي وذي ابليكيشن يعني امكانية التطوير مع الابليكيشن والليس يعني الاقل يعني لما تكون عندك الفة وامام اقل بالابليكيشن راح يكون عندك رسك اعلى مخاطر اعلى طبعا ايضا لما تكون عندك ثاملاريتي وذي تكنولوجي التكنولوجيا المستخدمة في تطوير الابليكيشن او المشروع الخاص فيك يعني على سبيل المثال انه انت تحتاج في تطوير المشروع الى تقنية ما تسمى في الاسب.net core لتطوير صفحات الانترنت على سبيل المثالة وانت تريد تعمل اي بي اي اي او ما الى ذلك فانت اذا كنت يعني امامك قليل في هذه التقنية فراح تكون عندك رسك اعلى يعني مخاطر اعلى في عملية الانتاج معنى ذلك انه فريق العمل او المطور نقيس مدى امامة في التقنية المعنية حتى يبدي يباشر بشكل مباشر في عملية التطوير وبالتالي فهذه تكون عندك ضمن دراسة الجدول الاقتصادية ايضا عندك حجم البرنامج يعني حجم البرنامج نقطة جدا مهمة large project اكيد راح تكون عندك have more risk فيها مخاطر اعلى كل ما زاد حجم المشروع كل ما تكون بيانات اكثر على المشروع كل ما تكون احتمادية اكثر على system فبالتالي راح تكون في مخاطر اعلى اوكي زيادة المخاطر طبعا تؤدي الى زيادة في تركيز وفي عملية التطوير وعملية البناء بشكل كامل ايضا عندك التوافقية هنا عندك معنى ذلك التوافقي يقصد فيها انه توافق البرنامج اللي انت راح تبدي التطورة والمشروع مع البرامج اللي موجودة حاليا يعني اي موسسة تلاحظة انه هي تبدي تشتغل على system مثلا قديم اللي هو الولدر فما مدى توافق هذا السيستم الجديد اللي انت راح تبدي التطورة وهي اللي هو المشروع الحالي او يمكن عملية التوافق مع برامج اخرى مستخدمة يعني على سبيل المثال تقيس مدى توافق البرنامج مالتك في اخذ واعطاء البيانات من داتا تكون عندك على سبيل المثال شيت اكسل تمام فهنانا توافقية لازم تخلي البرنامج مالتك توافق مع اخذ وعطاء ومشاركة البيانات مع البرامج الاخرى سواء البرامج المعروفة والبرامج اللي هي تستخدمها الشركة بحد ذاته او البرامج المستخدمة اذا هذه هي الدراسة التقنية تبدي مثل ما قلنا تركز على الامور التقنية الخاصة في الابليكيشن والتكنولوجيا المستخدمة وحجب البرنامج واذا عملية التوافق السيستم مع الاكزيستنج سيستم اللي موجودة عندنا دراسة الجدوى الاقتصادية هي تجاوب ضمن ما يعرف عندك شدوي بلديت يعني هل انه احنا نحتاج الى نقوم في بنائه فطبعا جوابا على هذا السؤال هو كلها امور خاصة في الكلف كل سيستم كل مشروع طبعا من مرحلة التطوير الى مرحلة الانتاج مالتك كلها كله اوكي بغض النظر عن التولز المستخدمة تقول اوكي التولز المستخدمة والادوات المستخدمة عندي كلها اوبن سورس وكلها مجانية ولكن طبعا راح تبدي تحسب الامور التالية في الايكانيبيك فيزيبوليتي ديفلوبمت كوست الخاصة في عملية التطوير الادوات بعض الادوات ربما تكون مدفوعة ليست مجانية الفريق العمل وما الى ذلك ايضا عندك الـ Operating Cost عملية التشغيل كل سيستم يحتاج الى عملية تشغيل اوكي عملية تشغيلها طبعا مثلا الاستضافة استضافة على السيستم واستضافة قواعد البيانات وما الى ذلك وفي التالي فانت دخلت في الـ Operating Cost وصلنا الى جزئية خاصة بالـ Penfits اللي هي الارباح او المنافع المنافع طبعا اللي هي هل هي زيزيادة او شنو المنافع من تطوير هذا النظام بطبيعة الحال كلها راح تبدي تندرج عندك ضمن الدراسة الاقتصادية اوكي والمنافع طبعا راح تبدي تقارن المنافع المنافع طبعا سواء كانت منافع مادية اللي هي اموال او سواء كانت عندك منافع على مستوى العمل واللي طبعا بالاخير انه هي تكون عندك مادية اوكي فتقارن المنافع مع الكلفة الانشاء بطبيعة الحال وراح تشوف انه الفرق ما بين عندك اللي هي الـ Cost الكلف الخاصة في عملية التطوير والمنافع والـ Penfits اللي راح تشوفها عندك من الـ Renews بطبيعة الحال طيب نفترض الان انت اكملت دراستك التقنية وكل شي عندك تمام انت familiarity with the application technology project size عندك توافقية اوكي بنسبة للجدول الاقتصادية حددت التولز مالتك قلت انه كذا احتاج في يعني كلف خاصة في عمليات التطوير والتشغيل بطبيعة الحال فالان وصلت الى نقطة جدا مهمة وهي الدراسة الخاصة في الـ Organizational Visibility اللي هي دراسة الجدوى التنظيمية والهيكلية واللي if we build it يعني اوكي احنا دا بنيها هذا المشروع او هذا السيستم will become يعني هل راح يبدي يأتي توافق مع المنظمة باعتبار انه المنظمة بشكل عام مختلفة ربما هناك يعني ادارة عليا هناك مستخدمين مختلفين هناك مستخدمين اخرين راح يبدو نداخلون مع استخدامك للسيستم فانت هنا اذا بنيت هذا السيستم will become يعني هل راح يبدي يتوافق عندك مع الستراتيجيات الموضوع على البروجيكت هل هي بموازات البزنس راح تكون مع البزنس بشكل كامل ام راح تبدي تشتغلك على جزء واحد فقط طبعا ومثلا عندك السينيور مانجمنت الادارة العليا هل راح تكون الها امكانية في الدخول على السيستم والاستفادة من عنده المستخدمين الاخرين راح يبدو يستخدمون هذا النظام اوكي كل شخص الى صلاحية والى فتفائدة معينة في عملية الاستخدام بطبيعة الحال وايضا عندك هناك الاستاك هولدرز هناك يعني مستخدمون اخرون راح يبدو نداخلون في عملية الاستفادة من هذا السيستم اذا لاحظ هنا هذه طبعا يمكن انه انت تبدو تضمنها مع السيستم الخاص فيك او مع الدراسة الاولى اللي هي الدراسة الاقتصادية والدراسة التقنية ودراسة الجدوى التنظيمية